السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم في هذا الفيديو الجديد المخصص لتصحاح التمرين رقم 2 من درس المستقيم في المستوى نص التمرين المستوى منسوب إلى معلم OEJ لتكون A. ذات الإحداثيات 1.2 B. ذات الإحداثيات 3.1 C. ذات الإحداثيات 3.3.2 3.3 نقاط من المستوى B و. لتكون U. ذات الإحداثيات 1.3 و.V. ذات الإحداثيات 4.2 متجهتين من المستوى B سؤال الأول أنشئ النقط A.B.C. والمتجهتين U.V. السؤال الثاني حدد إحداثيات كل من المتجهات التالية المتجهة A.B. المتجهة B.A. المتجهة A.C. المتجهة B.C. و. 2 في المتجهة E. ناقص 1 على 2 في المتجهة V. ثالثا لتكون D نقطة من المستوى بحيث المتجهة A.B. تساوي المتجهة B.D. أحسب إحداثيات المتجهة أو النقطة D. رابعاً حدد زوج إحداثيات النقطة E والجي منتصف منتصفات القطاع A.B.C. D. تولياً السؤال الأخير أحسب المسافات المسافة A.B. المسافة A.C. ثم المسافة B.C. السؤال الأول لننشئ النقطة A و.B.C. ثم المتجهتين E و.V. لدينا حسب المعطيات إحداثيات النقطة وإحداثيات المتجهتين النقطة A ذات الإحداثيات 1 2 النقطة B ذات الإحداثيات ناقص 3 1 نقطة C أفصلها ناقص 3 وأرتوبها ناقص 2 المتجهة E أفصلها ناقص 1 وأرتوبها ناقص 3 ثم المتجهة V أرتوبها ناقص 2 وأفصلها ناقص 4 السؤال الثاني لنحدد زوج إحداثيات كل من المتجهات التالية المتجهة A B المتجهة B A المتجهة A C المتجهة B C ثم 2 في المتجهة E ناقص 1 على 2 في المتجهة V لنحدد زوج إحداثيات المتجهة A B نعلم أن إحداثيات المتجهة A B هي X B ناقص 1 X B ناقص 1 Y B ناقص 1 X B ناقص 3 X A العدد 1 Y B 1 Y A هو 2 ناقص 2 ناقص 3 ناقص 1 يكفي ضرب إحداثيات المتجهة A B في العدد ناقص 1 فنحصل على ناقص 1 في ناقص 4 ثم ناقص 1 في ناقص 1 ناقص 1 في ناقص 4 هو العدد 4 ناقص 1 في ناقص 1 هو العدد 1 وبالتالي زوج إحداثيات المتجهة B هو زوج 4 1 لنحدد زوج إحداثيات المتجهة A C نعلم أن إحداثية المتجهة A C هي X C ناقص X A Y C ناقص Y A X C هو العدد ناقص 3 X A هو العدد 1 Y C هو العدد ناقص 2 ثم Y A هو العدد 2 ناقص 3 ناقص 1 تساوي ناقص 4 و ناقص 2 ناقص 2 تساوي كذلك ناقص 4 إذن زوج إحداثيات المتجهة A C هو الزوج ناقص 4 ناقص 4 لنحدد زوج إحداثيات المتجهة B C إحداثيات المتجهة B C هي X C ناقص X B Y C ناقص Y B بحيث X C هو ناقص 3 X B كذلك ناقص 3 Y C ناقص 2 ثم X B عفوا ثم Y B هو 1 ناقص 3 ناقص 3 هو 0 ناقص 2 ناقص 1 هو ناقص 3 وبالتالي زوج إحداثيات المتجهة B C هو الزوج 0 ناقص 3 لنحدد زوج إحداثيات المتجهة 2 في المتجهة E ناقص 1 على 2 في المتجهة V لدينا إحداثيات المتجهة E وإحداثيات المتجهة V للحصول على إحداثيات المتجهة 2 يكفي ضرب إحداثيات المتجهة في العدد 2 فنحصل على 2 في ناقص 1 ثم 2 في ناقص 3 كذلك إحداثيات المتجهة 1 على 2 في يكفي ضرب الإحداثيات في 1 على 2 أي 1 على 2 في 4 و1 على 2 في ناقص 2 ثم نبسط 2 في ناقص 1 هو ناقص 2 2 في ناقص 3 هو ناقص 6 ثم 1 على 2 في 4 هو 2 و1 على 2 في ناقص 2 هو ناقص 1 وبالتالي 2i ناقص 1 على 2 هو أو إحداثيات هذه المتجهة ناقص 2 ناقص 2 ناقص 6 ناقص ناقص 1 فنحصل على ناقص 2 ناقص 2 هي ناقص 4 وناقص 6 ناقص ناقص 1 هي ناقص 5 إذن زوج إحداثيات المتجهة 2i ناقص 1 على 2 في هو الزوج ناقص 4 ناقص 5 السؤال الثالث لنحسب إحداثيات النقطة بي لدينا حسب السؤال الثاني إحداثيات المتجهة a بي هي ناقص 4 ناقص 1 ونعلم أن إحداثيات المتجهة بي هي وحسب المعطيات نعلم أن المتجهة a بي تساوي المتجهة بي هي ناقص 3 هذا يعني بأن للمتجهتين نفس الأفصول وكذلك نفس الأرتوب هذا يعني بأن ناقص 4 أفصول المتجهة a بي يساوي xd زائد 3 أفصول المتجهة بي وناقص 1 أرتوب المتجهة a بي يساوي yd ناقص 1 أرتوب المتجهة بي للحصول على xd نقوم بتحويل 3 للطرف الأول ليصبح ناقص 3 كذلك للحصول على yd نقوم بتحويل ناقص 1 للطرف الأول ليصبح زائد 1 فنحصل على xd تساوي ناقص 7 و yd تساوي 0 وبالتالي زوج إحداثيات النقطة d هو الزوج ناقص 7 سفر السؤال الرابع لنحدد زوج إحداثيات النقطة e والg منتصفات القطاع a بي والsd على التوالي لنحدد زوج إحداثيات النقطة e منتصف القطعة a بي نعلم أن إحداثيات النقطة e منتصف القطعة a بي هي x a زائد x بي الكل مقسم على 2 و y a زائد y بي الكل مقسم على 2 مع إحداثيات النقطة a و b حسب المعطيات x a هو العدد 1 x بي ناقص 3 y a هو 2 y بي هو العدد 1 1 زائد ناقص 3 هو ناقص 2 و 2 زائد 1 هو العدد 3 ناقص 2 على 2 هو العدد ناقص 1 وبالتالي زوج إحداثيات النقطة e منتصف القطعة a بي هو زوج ناقص 1 ثلاثة على 2 بنفس الطريقة لنحدد زوج إحداثيات النقطة g منتصف القطعة cd لدينا إحداثيات g هي x c زائد x d الكل مقسم على 2 و y c زائد y d الكل مقسم على 2 مع إحداثيات النقطة c و d x c ناقص 3 x d ناقص 7 y c ناقص 2 y d هو 0 ناقص 3 ناقص 7 هو ناقص 10 ناقص 2 زائد 0 هو ناقص 2 ناقص 10 على 2 هو ناقص 5 ثم ناقص 2 على 2 هو العدد ناقص 1 وهذا يعني بأن زوج إحداثيات النقطة g منتصف القطعة cd هو الزوج ناقص 5 ناقص 1 السؤال الأخير لنحسب المسافات المسافة b المسافة c والمسافة b اولا لنحسب المسافة b نعلم أن المسافة b هي منظم المتجهة b والتي يساوي والتي تساوي الجدر مربع لx b ناقص x a الكل اس 2 أفصول المتجهة b اس 2 زائد y b ناقص y a الكل اس 2 ارتوب المتجهة b اس 2 ونعلم أن المتجهة b احداثيتها حسب السؤال الثاني هي ناقص 4 ناقص 1 إذن المسافة b تساوي الجدر مربع لx ناقص 4 الكل اس 2 زائد ناقص 1 الكل اس 2 ناقص 4 الكل اس 2 هي 16 ناقص 1 الكل اس 2 هي العدد 1 16 زائد 1 هي 17 وبالتالي المسافة a b تساوي الجدر مربع لx 17 لنحسب المسافة a c نعلم أن المسافة a c هي من ضم المتجهة a c والذي يساوي الجدر مربع لأفصول المتجهة a c اس 2 زائد ارتوب المتجهة a c اس 2 بحيث احداثية المتجهة a c حسب السؤال الثاني هي ناقص 4 ناقص 4 فنحصل على المسافة a c تساوي الجدر مربع لناقص 4 الكل اس 2 زائد ناقص 4 الكل اس 2 أي جدر 16 زائد 16 والذي يساوي بدوره الجدر مربع لأثنان في 16 أي 4 في جدر مربع 2 وبالتالي المسافة a c تساوي 4 جدر مربع 2 المسافة b c b c المسافة b c هي من ضم المتجهة b c أي جدر مربع المتجهة عفوا جدر مربع أفصول المتجهة b c اس 2 زائد ارتوب المتجهة b c اس 2 بحيث احداثيات المتجهة b c حسب السؤال الثاني هي 0 ناقص 3 فنحصل على بيس سي تساوي جدر مربع 0 أس 2 زائد ناقص 3 الكل أس 2 0 أس 2 هو 0 ناقص 3 الكل أس 2 هو 9 9 زائد 0 هو 9 وجدر مربع 9 يساوي 3 وبالتالي المسافة b c تساوي 3 بهذا أعزائي نكون قد أنهينا صحيح هذا التمرين فأشكركم على حسن الانتباه والمتابعة وإلى الفيديو المقبل بحول الله